اهلا بحضراتكم من جديد خلينا نبتدي بمطش مبارح مباراة الاهلي و امبي مباراة كانت مهمة جدا جدا بالنسبة لنادي الاهلي بعد ما تعدلت المطش الابلي قدام الاسماعيلي فكان مهم انك ترجع للانتصارات كسبت امبي بأداء ونتيجة بصراحة الاهلي كان كويس جدا مبارح ضيعنا كمان كور كتير كان ممكن نتيجة تبقى اكبر من كده ويعني اغلبية اللاعبين كانوا في فرمتهم وده اللي احنا دايما محتاجينه فبالتالي كان انتصار بالنسبة لك غاية في الاهمية وفي اطار طبعا المنافسة على بطولة الدوري القائمة حتى هذه اللحظة وحتستمر لحد كمان اخر مباراة ده امر واضح ومعروف بالنسبة للجميع فبالتالي انتصار كان مهم جدا بالنسبة للنادي الاهلي لكن للأسف الشديد للأسف الشديد يعني احنا منتظرين هدية واحنا في النادي الاهلي مش متعودين على الموضوع ده خالص يعني بصراحة ما تعودناش على كده ان الاهلي ينتظر هدايا من المنافسين اللي حيلعبوا المنافس بتاعك على بطولة الدوري فهتبقى عايزهم ايه؟ عايز حد يعطى لس ده مالك وضع غريب شوية على الاهلي وغريب شوية على الاهلوية لكن هو ده امر واقع دلوقتي واحنا بصراحة اللي حطينا نفسنا في الموقف ده احنا بصراحة اللي فيه بعض المباريات كان في ادينا ان احنا نحسنها ونخلصها لكن للأسف مخلصناش لأسباب مختلفة سواء ممكن يكون تقصير نوعا ما من اللاعبين المعذورين بسبب ضغط المباريات وتوليها وضغط البطولات والتشتت الزهني انت بتلعف اكتر من البطولة هي ضريبة تواجدك في النادي الاهلي ان انت دايما بيباعليك ضغوط وظروف اخرى تتعلق بالجانب التحكيمي تتعلق بالاصابات بكل هذه الامور اللي احنا عارفينها فانت حطيت نفسك في موقف انك مستني هدية من اي فريق هيقابل الزمالك الفترة الجاية في الاربع مباريات المتبقية في بطولة الدور نتمنى باذن الله ان الهدية دي تجن بس الحد ما الهدية دي تيجي لنادي الاهلي باذن الله انت المهم بالنسباتك انك تعمل ايه انك ما تستناش حاجة او انك ما تركس الهدية جات ولا ما جاتش انت تركس بس في انك تكسب انبي كسبت كمل بقى الاربع مطشاط اللي جاي باذن الله تعالى انتصارات رغم صعوبتها جدا مطشاط كلها صعبة عندك المطشط جاي طلع الجيش مطشاطه بتبقى يعني مسهلة اطلقا اطلقا يعني فيش مباراة في الدوري سهلة في الحقيقة لكن طلع الجيش من الاندية اللي دايما مباراتهم مع النادي الاهلي بتبقى فيها ندية كبيرة بعد كده هتروح تلعب المصري وبعد كده هتروح تلعب الجونة وتختم بأسوان فكل المطشاط قوي ركز في انك ازاي تقدر تخرج بكل النقاط القادمة بالنسبة لك في مختلف المبارات ده امر مهم جدا وانا انتظر بقى احنا اي هدية جيلنا بحيث ان ان شاء الله باذن الله تعالى نحسن بطولة الدوري الممتاز اللي احنا طبعا فازين به في السنة اللي فاتت وفي مناسبات كتير جدا جدا في الحقيقة فده بخصوص اشتركوا في القناة